بسم الله الرحمن الرحيم مع كنز عظيم جدا 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 من كنوز السنة لا أعلم أكثر الناس كلمات بليغة فيها ثناء عظيم عن رب العالمي سبحانه وتعالى لا يدعو بها مؤمن قط إلا استجاب الله له بل وإذا ميت من يومك أو ليلتك تموت شهيدا في نومك وتقضى بها ألف 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 حاجة بل ويبعث الله لك بكل حرف منها سبعمائة ألف ملك يسبحون لك ويستغفرون ويكتبون لك الحسنات ويبحون عنك السيئات ويرفعون لك الدرجات الدرجات يعني غرب في الجنة حتى يوفق في السور يعني يوم يوم يعني يعني يستمر عملك لا ينقطعه إلى يوم القناة كلمات فيها بليغة جدا وحديث عظيم جدا إمام الحاكم صحح الحديث وحوط لكم الحديث وحوط لكم رواة الحديث واحد واحد وتصحيح الحاكم للحديث حديث رواه الإمام الحاكم النايسابوري في كتابه الحلية ورواه الإمام ابن عساكر في تاريخ دمشق وغيرهم كتير قال عليه الصلاة والسلام من دعا بهذه الكلمات استجاب الله له رسول صلى الله عليه وسلم بيعلم سيدنا سلمان الفارسي رهاز الحديث رواهه زي ما قلت لكم الأئمة دول نقلا عن أو من حديث روايس القرني من كبار علماء التابعين عن عبر بن قطاب وعلي بن أبي طالب وسيدنا سلمان الفارسي رضي الله عنهم جميعا من دعا بهذه الكلمات اللهم إنك حي لا تموت وخالق لا تغلب وبصير لا ترتاب وسميع لا تشك وصادق لا تجذب وقاهر لا تغلب وقريب لا بعيد وغافر لا تظلم وصمد لا تطعم وقيوم لا تنام وأبدي لا تنفز وجبار لا تقهر في قاهر لا تغلب وفي قهار لا تقهر الحديث له أكثر من رواية فممكن حضراتكم مرة تقروا بالرواية دي ومرة تقروا بالرواية دي هذه رواية قريبة من بعض مع خلاف بسيطة في الكلمات مع خلاف بسيط في الكلمات وأبدي لا تنفز وجبار لا تقهر وعظيم لا ترام وعالم لا تعلم وقوي لا تضعف وعليم لا تجهل ووفي لا تخلف وعدل لا تحيف وغني لا تفتقر وحكيم لا تجور ومنيع لا تقهر ومعروف لا تنكر ووكيل لا تخفر في رواية أو في رواية لا تحقر الأرجح أنها تخفر تخفر تهخف لأن الخفرة معناها الحراسة يعني ربنا صحة الله وكيل على أي إنسان يحرسه مش محتاج حد يحرسله ففي رواية وكيل لا تخفر وفي رواية وكيل لا تحخر وغالب لا تغلب في قدير لا تستأمر وفي قدير لا تستأثر يعني ربنا صحة الله قدير مش محتاج حد يستأمر ويعمل له حاجة أو مش محتاج أنه يستأثر على حاجة لو هو مش قادر عليه لأنه هو قدير أي حاجة تقدر عليه صلى الله عايزة عايزة تبقى في حوزته سبحانه وتعالى هتبقى في حوزته وقدير لا تستأمر أو في رواية لا تستأثر وقائم لا تنام ومحتاجم لا ترى ودائم لا تفنى وباقي لا تبلى وواحد لا تشبه يعني فيش حد شبه ربنا صحة الله تعالى ومقتدر لا تنازع يا سلمان الرسول بيقوله كده لو أنك قرأت دعوت بهذه الكلمات على حديد لذب يعني لو قلت على حديد حيدوب ولو على ماء ساخن لا سكن هذا الماء لو قلت على ماء ساخن يسكن هذا الماء ولو قلت على واحد جائع وعطشان لا شبع ولو أنه بينك وبين موضع تريد أن تصل إليه جبل لا أشعب هذا الجبل يعني لو أنت في المكان عايز تروح له في جبل بيحول بينك من الجبل ده ربنا صبح الله تعالى يفتح لك الجبل ده قدامك وتعدي ولو أنك قلتها على مرأة حامل عصر ولادتها لا ولدت وهنا عليها ولو قلتها على مدينة تحترق ولك فيها بيت لنجى بيتك واحترقت المدينة ولنجى بيتك ولو قلتها على مجنون لأفاق وطبعا مش مجنون بس واحد عنده مس واحد مريض إليس كان مرض موته يشفى يعني مجنون لأفاق ولو دعوتوا بيها وانت على باب سلطان جائر لا يصلت عليك ما يدرش يعمل لك حاجة شو بقى الرسول شو الكلام اللي جاي ده أعظم كمان من لقوته ومن دعا بيها عند منامه واكل الله له أو بعث الله له سبعمائة ألف ملك وكل حرف مسبحون له ويستخفرون له ويكتبون له حسناية ويقومون عنه السيئات ويرفعون له الدرجات يعني يبنوا له الغرف إيه اليوم ينفخ في الصور فسيدنا سلماني اتعجب قالوا يا رسول الله كل هذا الخير كل هذا الخير بيسير الأسماء قرر له نعم ولولا أني أتخاف لو أنك أخبرت بها الناس لا تكلوا ولا تركوا العمل لأخبرتك بأعجب منه يعني كان الرسول بيقول له إيه لولا لولا أني أنا عارف يعني إن الناس إن الناس ممكن تبتاكل وتعملش ويقولت لك حاجات أعجب من كده يعني تعتمد على على السواب بتاع العظيم الموجود في الله فمن نام وقد دعا بها وفين مات مات شهيدا وين عمل الكبائر وغفر الأهل بيته ومن دعا بها قضى الله له ألف ألف حاجة الشاهد هنا قضى الله له ألف ألف حاجة يعني مليون حاجة الشاهد هنا إن ربنا سبحانه وتعالى يخلق لك أو يبعث لك وكل حرف سبعمائة ألف ملك يكتبون لك الحسنات ويبحون عنك السيئات وارفعون لك الدراجات في الجنة واسبحون ويستغفرون وكل تسبحهم واستغفرون بقى في ميزانك لغايةهم من الإيامة دعا بكل حرف مش بكلمات كلها دعا بكل حرف سبعمائة ألف ملك حتى أني سيتقول لكم حتة وعسى الله لكم سبعمائة ألف ملك ووجوههم كالشمس والقمر يكتبون لك الحسنات ويبحون عنك السيئات ويستغفرون لك وسبحون لك ويكتبون لك الحسنات ويحون عنك السيئات ويرفعون لك الدراجات إلى أنهم فخفصوه يعني ويرفعون لكم قبل كده من بلغاه فضيلة عن الله فعمل بها إيمان ورجاء للسواب أعطاه الله ذلك وإن لم يكن كذلك فمن سيبش الفضل العظيم ده أبن واللي مش عايز يعمله حر واللي مش عايز يعني يعمل بهذا الفضل العظيم هو حر لكن هو الخاسر هو الحكون الخاسر لأن سناء عظيم على رب العالم سبحانه وتعالى ف لو دعيت بقى أي دع بقى أي حاجة ربنا يستجيب لو دعيت بقى أي دعوة ربنا يستجيب وتقضى بها ألف ألف حاجة وسبمائة ألف ملك بكل حرف بيكتبوا لك الحسنات وعرفون لك الدرجة في الجنة إلى أن تقوم الساعة عايزة أكتمكن فأنا هكتب لكم الحديث سأخوا إذا الكلام ونشون أشهد العين في طوابنا دي أقولوا خولي هذا أستخدم